ترجمة نانسي قنقر عرفت البحرين منذ قديم الزمان بفن النقش على الجبس في البيوت والعمارة التقليدية وكان للنقش على الجبس أهمية جمالية وذات خصوصية تمتاز بالدقة والإبداع ورغم اختفاء هذا الفن تقريبا في العمارة الحديثة لا يزال جعفر عبدالحسين وهو آخر النقاشين على الجبس يقاوم الزمن ويحافظ على هذه المهنة التراثية من خلال المنحوتات الجبسية كإرث تراثي وتاريخي يجب الحفاظ عليه البحرين معروفة بالزخارف الهندسية هي بسيطة والأساسية في جميع الزخارف هي الأساسية وأما الأدوات البحرين اللي يشتغلون بها هي السكين والفرجال والمسطرة هي أكثرية لإستخدمها المزخرف الزخارف البحرينية طبعا كثيرة مئات الزخارف وأنواعها عدنا زخارف كل زخرفة لها اسم مثلا الزخرفة عدنا أصابع العروس نقشة الرمح الدر المكبس بأدوات بسيطة يبرع الحرفي جعفر عبد الحسين في هذه المهنة التراثية لأكثر من أربعين عاما بعد أن ورثها عن أجداده فبات متمسكا بها في عمل النقوش والتحف الجبسية التي تحاكي التراث البحريني وتاريخه طبعا نحن نحن التراث البحريني على شكل تحفة خصة حق الأجانب إذا جو البحرين مثلا ياخد هذه التحفة باب البحرين باب البحرين من سنة كم تاريخها كم متى تأسس في أي في السائلون الأجانب خصوصا عن هذا باب البحرين حسن سوينا على شكل تحفة خصة إذا راح بلده يسألونه كذلك مزيد الخميس هذا متى تأسس على المسجد الخميس على شكل تحفة هو صدق تحفة يسألونه هاي في وين هذا المسجد في البحرين في البحرين في وين وهذا سنة كم تأسس وفي عهد من كأن قراءة كاملة عن هذا المسجد يحكي تاريخ البحرين كأن قاري كتاب كامل بدون قراءة في النقش على الجبس تتعدد أشكال النقوش والزخارف العمرانية ورغم الغاية الجمالية للجبس إلا أنه عرف في السابق على قدرته على سحب الرطوبة ليلا وإطفاء جو لطيف على البيوت نهارا وفي المملكة العربية السعودية استقبلت مواقع التراث الثقافي بمنطقة الباحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الزوار في قرية ذيعين ومركز زوار القرية نظرا للشكل الهنسي الذي تحتويه والجمال العمراني الذي تبهر به من يزورها وتأتي زيارة المواقع التراثية والأثرية أحدى التجارب السياحية التي ركز عليها برنامج صيف السعودية ومن أهم الوجهات المتميزة في هذا المجال الباحة وقراها التراثية حيث يستمتع الزوار باستكشاف الكنوز الأثرية والحضارات القديمة وجمال إمارتها التقليدية استقطبت مكتبة محمد بن راشد منذ افتتاحها وما يقارب مليون وخمسمائة ألف زائر من مختلف الفئات العمرية والجنسيات لترسيخ دورها الرائد ورؤيتها المتفردة في قيادة وتعزيز المشهد والحراك الثقافي والمعرفي المحلي كونها مركزا مجتمعيا وثقافيا وترفيهيا يلبط محاد جميع أفراد المجتمع وشهدت المكتبة زيادة ملحوظة في عدد الكتب المضافة إلى مجموعتها المعرفية كما نظمت المكتبة قرابة خمسمائة فعالية متنوعة ثقافية وعلمية وفنية وأدبية لمختلف الفئات العمرية وباللغتين العربية والإنجليزية شاملت سلسلة من ورش العمل وندوات والأمسيات الأدبية والمعارض الفنية التي ساهمت في تعزيز المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة قطر الشقيقة شهد الحي الثقافي كتارا إقبالا غفيرا على مختلف فعالياته بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك وسط أجواء من المتعة والترفيه وسجلت الفعاليات حضور عدد كبير من العائلات من مختلف الدول الخليجية والعربية للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة وعرب عدد منهم عن إعجابهم بالحي الثقافي كتارا كوجهة ثقافية وسياحية مميزة في دولة قطر إلى جانب ما يقدمه من فعاليات وأنشطة مميزة تحظى بإقبال الزوار ترجمة نانسي قنقر